اصدقائي انت تتبعي قناة سكويلاتوب كما ترون نشاط الرقم الجزء الاول شرح الدرس النشاط الاول والجزء الثاني كان عندنا هو النشاط الثاني اذا مقالنا هذا الجزء الاخير دينا اللي هو النشاط الثالث واللي هو مهم لنسبة للدرس الاول نشأة الدولة الاسلامية اذا ما تنسوش انكم اللي لا يعرفش قناة دينا هو قناة قناة التعليمية شعار دينا هو هذا لا تنسوش انكم تفعلوا سبسكرايب وتفعيل جرس وتبارتاجوا الفيديو مع الاصدقائي دينا اذا نمشيوا نبدأوا الشرح دينا النشاط اذا قبل ما نبدأ النشاط دينا نحاول نفكروا بالمفاهيم والمصطلحات ديال الدرس دينا اذا عندنا الوحي هو كل ما يبلغه الانسان الى غيره ليعلمه لكن غالب عليه ما يبلغ الله الى انبياه والرسله اذا الوحي هو دكش اللي يعطيه الله سبحانه وتعالى او اللي يخبر به الله سبحانه وتعالى واللي يبلغه الانبياء والرسول دياله اذا معنى ديال الدعوة هو حتى الناس لعبادة الله الواحد باسلوب حكيم كما نص على ذلك القرآن الكريم اذا كان عبادة طريقة واحدة للعبادة اللي هي كتسمى الدعوة اما الاوس والخزرج اللي تشفنا فهم فرعان من قبيلة اوزد السرقاب هي تريب يعني هاد هاد القبيلتين كانوا في مدينة مكة هما الاستقبلاء رسول عليه الصلاة والسلام واصحابه بعد الهجرة الى المدينة فسموا فسموا بالانصر اذا الاوس والخزرج هما هما الانصر اذا باش مني غات مشيوا وتشوفوا اه تمارين ديال وقويم التعلماتي ولقد غاتلقوا شكونا هما الانصر شكونا تعرفوا بان هما الاوس والخزرج اذا غا مشيوا السؤال اولى النشاط رقم ثلاثة تلواتيقة رقم اولى النشاط ثلث الادراق تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة وانتشار الاسلام خارجها اذا نطلق الاسلام من تنظيم الاسلام او لا في المدينة ومن بعد انتشر خارج المدينة اذا عندنا مقتصف من دستور المدينة الواثقة واحد كيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي الرسول عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب يعني من الناس دي القريش اللي في مكة وكذلك يثرب الناس اللي في المدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم والناس اللي تحقوا بعد الهجرة وجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم أمة واحدة من دون الناس إذن هدو كاملين كيتعتبروا أمة واحدة وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يطوعوه بالمعرف المفرح هو المتقل بالدين وكثير العية إذا ما يخلوه شي واحد من موراهم إلا وكيعطوه بالمعروف في فدائي وعقل وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى الدسيعة الدسيعة ما يخرج من خلق البعير إذا رغى إذن شي حاجة تخرج من البعير وهي هنا للدلال على ما ينال من الظلم إذن الظلم نقصد بها أي حاجة الظلم أو الإتم أو العدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان واحد أحدهم وإنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة الغير المظلمين ولا منتصرا عليه إذا لا تبع شي واحد في اليهود تبع الدين الإسلامي إذا كي يوليته هو من الخود دينا وعندنا الحق أننا نعطيه الإسوة دينا ومن ضلموش ومن تصلوش عليهم إلى غير ذلك ولليهود دينهم إذن اليهود عندهم الدين ديالهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصفيحة وإن الصفيحة يعني هذا المقتطف يعني هذا الكلام اللي قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الشي نصيحة الناس باش يتابعوا الدين دينا وما يتقاتلوش بيناتهم ولكن القتال بينهم هذه وإن بينهم النصحة والنصيحة والبر دون الإتم إذن المسلمين مبينتهم ستكون النصحة وما يكونش الإتم مبين المسلمين وإنه من كان بين هذه من بين أهل هذه الصفيحة من حدث أو استجار استجار وخلاف أو اختلاف إذن إذا كان شي حدث أو لا خلاف يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن إذا اختلف هذا الأمر لأهل بشي حدث يعني خسرده دائما للشريعة دي الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام إذن هذا الشي اللي كان في هذه الوثيقة هادي نشوفوا الأسئلة اللي مطلوبين عنا على الوثيقة باش نجاوبوا عليهم إذن عندنا ثلاثة دي الأسئلة أولا مطلوبني أنني أستخرج من النص العبارة الدالة على التكافل الاجتماعي داخل المجتمع المدني إذن هنا منك نجي نشوف كتاب كالقبين المؤمنين والمسلمين من قريش ويترب يعني هنا عندي جوجل مدون من قريش ويترب يعني مكة ومدينة على شو نقال عليهم إنهم ماذا؟ أمة واحدة من دون الناس إذن هذه هي العبارة أمة واحدة من دون الناس إذا ننتقل السؤال رقم جوج هي أحدد موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من يهود المدينة وأين يظهر لي التسامح الديني هنا الموقف دي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تبعنا من يهود إذا تبعنا شي يهودي من المدينة فإن له ماذا؟ النصر والأسوة إذن إذا تبعنا يكون عنده النصر والأسوة هذا هو التسامح الديني يعني غير مظلومين ولا متناصرين وكذلك قلنا لليهود الدين ديالهم وللمسلمين الدين ديالهم إذا كان شي يهودي يتبعنا المسلمين يعني غير يكون عنده النصر تسامح الديني النصر والأسوة وكذلك اليهود عندهم تسامح الديني يعني الدين ديالهم بحدهم ومسلمين عندهم الدين ديالهم بحدهم إذا سؤال الثالث حمل رسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لمسؤولية إيقاف الظالم عند حد هيكي فما كان استخرج من النص ما يفيد ذلك إذا انطلاقا من النص إذا هنا تحميل المسؤولية هو إنما إنما بينهم وإن بينهم يعني بين ماذا؟ بين المسلمين المسلمين والمؤمنين وإن بينهم النصر على من حارب أهل الصفحة إذا الناس اللي يحاربوا هذه الصفحة أو الدعوة ديال رسول عليه الصلاة والسلام اللي يجب في هذه الصفحة إذا ينالوا العقاب ديالهم بالحرب إذا هنا من حارب اللي غادي نديروا عليه النصر يعني إحنا غادي نقوموا بالمحاربة دياله وإن بينهم النصر والنصحة وإذا كان شيء شيء حدث alface وقع حدث أو شيجار بين المسلمين يعني يخاف الفاسد يعني يخاف الفاسد يرد المرأة الى الرسول الى الله ورسوله يرد الى الله ورسول دياله يرد الله الى الله ورسول دياله إذا خاف رادى الفاسد يعني كل الوثقة الخطة الثانية هي غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام لدينا جدول اهم الغزوات القام بها والتاليق دياله هنا يقلون اقرأ الجدول ثم احول المعطيات الجدول الى خط زمني مستأنسا بالخط الزمني الوالد في النشاط الاول يجب ان نشاط الاول لحلة غزوات الزمني بحال هذا خط زمني يجب ان نصابوه وسط لهذه الخط زمني ولكن سنصابوه حاله عندنا غزوة الفضل الثانية للهجرة الصحان القارق geschvero الزمني دينا يعني انطلاقا من الهجرة الى يدريب من بعد الهجرة سنة تانية الهجرة يعني الهجرة اه غزوة بدر من موراها غزوة اوحود من موراها غزوة خندق من موراها فتح مكة وهي ليه تابوك وهنا كل سنتيمتر كيمتنا سنة سنة هجري اذا باش تعرفو كيفاش دلنا هذا الزمن او اه الخط الخط زمن اذا انتقل الواثقة الموالية الواثقة الثالثة هي خريطة الشرق الابيض المتوسط والجزيرة العربية الى حدود 632 ميلادية اذا 632 ميلادية هي فترة نهاية نشأة او نهاية كما قرينا في المرحلة الثالثة تأسيس الدولة الاسلامية اذا هذه هي مرحلة دولة الاسلامية اذا كما تلاحظ انا في الواثقة ديالي عبارة عن خريطة والخريطة فيها مناطق وفيها مفتاح مناطق ديال البيزنطيين التي احتلتها البيزنطيين سنة 932 وكانت تحتل تركيا حاليا وميصر فيما يخص مناطق النفوذ الفارسيين اللي هما البيزنطيين اللي هما الساسانيين كانت تتخذ اسيا وكوزباكستان الى غيرك حاليا اما بالنسبة لحدود الامتداد الدولة الاسلامية في عدد رسول عليه الصلاة والسلام فشملت مغلب اراضي الشبه الجزيرة العربية والتي تشملهم المدينة ومكة بالاضافة الى هذا المكان ديال عمان حاليا اذا هما المناطق ديال الدول الاسلامية او الدولة الاسلامية بعاد الرسول عليه الصلاة والسلام اذا انت لقمنا الخليطة احدد امتداد الدولة الاسلامية اذا هوا الامتداد ديالها يعني امتد على مغلب اراضي الشبه الجزيرة العربية بالاضافة الى عمان حاليا خارج يعني بحر عمان ونسمى الدول المجاورة اذا الدول المجاورة عدنا الفرس عدنا القدس عدنا ميسر وهذه كاملين هما نفوذ تابعة البيزنطيين والفارسين اذا هات شركين في هذه الوثيقة هذه هذه انتقل الوثيقة المولية اذا عندي هنا الوثيقة اربعة هي خطبة حجة الوداع سنة 931 اذا هذه خطبة اخدينها من كتاب ابنه يشام المعارفي يعني السيرة النبوية الجزء الرابع سبحان 227 اذا كتقول ايها الناس اسمعوا قولي اذا الرسول عليه الصلاة والسلام قولي كيخطب في الناس فاتحجة الوداع فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموافقة ابدا اذا نوع الرسول معاش قد يكون هذا كول عام الاخر ايها الناس ان دماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الا ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وانكم ستلقون ربكم سيسألكم عن اعمالكم وقد بلغتم فمن كان عنده امانة فليؤديها الى من اعتمن عليها وان كل ربى موضوع اذا هنا رسول عليه الصلاة والسلام كي يطالب الناس انهم طالب بالايتمام بخطبة حجة الوداع بالاضافة الى الجوانب الروحية كالامانة وعدم اكل الربا يعني تأديل امانة الناس اللي تؤمن على امانة فليؤديها وكذلك الابتعاد عن الرباق وكذلك هنا يعني اي حاجة الاموال اللي عليكم حرام الا ان تتقوا ربكم يعني اي حاجة يعني كيفاش غادين بسرلكم الامور اذا رمش نشوفوا الاسئلة دينا ونشوفوا الاسئلة هم اللي غي شرحونها تشي مزيان اذا اول سؤال هو اللي غي بيدينا مزيان استخرج من النص ما يحرم على المؤمن من اخي اذا هنا ايها الناس ان دماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام اذا دماؤ حرام بالاخوة بالنسبة للاخوة يعني محرم عليهم الدماؤ ما بيناتهم وكذلك الاعراض ديالهم تهوما حرام يعني احتى لقية ربهم اذا حرم عليهم الاعراض والمال ديالهم وكذلك دماؤ ديالهم اذا السؤال الثاني ديالك يقول هنا ابين الدلالة المضمون حجة الوداع في تاريخ الاسلامي حسب ما ورده في النص اذا انطلاقها من النص هي كما كتشوفو فهي وصايا دير رسول عليه الصلاة والسلام من اجل ماذا؟ من اجل يعني الاهتمام بالجوانب الروحية مثل يعني اي واحد عنده شيء امانة يؤدي امانته وكذلك الابتعاد عن الاشياء المحرمة مثل العرض ديال الاخ والاموال الى غير ذلك وكذلك الربا بالاضافة الى ان الدعوة تدعو الى احترام كذلك حقوق النساء والتعامل مع اليهود الى غير ذلك هذا الشيء اللي غالبا يعني قليل في حاجة الوضع ولكن كان بالزام هذا الشيء اللي كان في النشاط الرقم الثالث ودعبا سنجعل خلاصة ديالنا يعني اللي قرينا في النشاط الثاني وفي النشاط ثالث سنجعله خلاصة صغيرة اذا ما نقوله بدأت الدعوة امتى بدأت الدعوة بدأت الدعوة يعني انطلاقها من من مكة وكانت انا ذاك في مرحلاتين في الدعوة السرية والدعوة العلانية وبعدها تمت الهجرة الى المدينة بعدما استقبلوا الاوس والخزرج اللي لوقبوا بالانصار استقبلوا الرسول العيد الصلاة والسلام من ثم بدأت الدعوة الاسلام الاسلام منتشرت الدعوة الاسلام وشملت شبه الجزيرة العربية ككل وانا ذاك قدرت عدة غزوات ومن بينهم غزوات احود غزوات بادر غزوات خندق وكذلك ادى الى غزوات ضد المشركين دي القريش وانتهت بفتح مكة سنة سنة 929 ميلادية وتأسيس قواعد يعني جديدة للدولة الاسلامية مما ادى الى انتشار الدولة الاسلامية في خارج المدينة اذا هاتش اللي كان فهذا الدرس هذا ما وعدنا في الدرس اخر ان شاء الله وانتمنى ان الدرس يكون اعجبكم وكنتسنى تعليقات ديركم اذا كان شي شي حاجه ما شي اديك وكن اعتدر ان انا كان شرح بالدريج ما بغيت ندرب اللغة العربية الفصحة انا غي بغيت نوضح لكم الدرس وانتم من يتمشيوا القسم وتفهموا اذا تسكوين لطبكة السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم